أهلا بكم عودة من جديد لعشة الصفحة في الأهلي. رجعنا عشان بقى نبتدي كلامنا مع ضيفنا اللي منورنا واللي منسعب دايما بيوجودوا معنا في البرنامج كابتن محمد حشيش حول الكثير من الأمور المتعلقة بالنادي الأهلي. صباح الفول عليك يا كابتن. صباح الفول. أهلا بيك. صباح الفول الكريم. صباح الفول الكريم. مونزور جدا. صباح الفول إزاي. مونزور قوي. مونزور جدا. الويكند كان أخبره إيه في البرد ده؟ والله تلج ونتعشم لتبقى آخر موجة. لا الويكند الجاي برضو حيبقى وحش. الأسبوع ده هيبقى كويس كالدكتور مونار معنا والويكند هيبقى برضو مش أحسن حاجة. كده كده في التشاطين. بس هانت. هانت يعني. مستعجل على الحر والتنزيق والرطوبة والفرهرة. بس عايز أقول لك حاجة برضو الحر يعني بتبقى بتلبس براحتك وقعد براحتك وبتخرج. حرم عليك كابتن حجيش ده حلما منعش نتنفس في الصيف. ولو قاعدين في المؤطم مكنش حدقلي الكلام فوق بقى فوق بقى خالص عندك صح عندك الهوى جامل كل حيب جميل. لا بس بمناسبة بقى الجو ان احنا تكلمنا لو احنا جينا كلمنا عن الجو بس في الملاعب هل مثلا المطش الأخير نقدر نقول ان المشكلة برضو كانت في التقس الحار الشديد يعني ممكن ده يكون بيأثر ولا احنا بنتكلم في احنا ناس محترفة ما يفرقش معنا تقس وملاعب وحاجات زي كده. يعني طبعا هو اللعيب المحترف ما بيفرقش معاك كلام ده بيتعود ان هو يلعب فايحة انما لعبت الكرة بتحب تلعب في الجو البرد لان النفس بيبقى كويس مجرد ما سخينت خلاص انت بقيت نشيط وتحرك ومتحسش بأي برد انما على عكس الحر بقى النفس بيبقى صعب شوية الجو بيبقى خنقى الشمس بتأثر كمية العرق اللي بينزل من اللعيب بتبقى اكتر فيجهد بسرعة غير طبعا الشتاء يعني كنا بنحسها بقى لما كنا بنروح فترات اعداد مثلا في ألمانيا غير فترات الاداد اللي بتبقى في القاهرة لان فترة الاداد بتبقى عندنا مثلا هنا في يوليا في الجو الحر جدا الساعتين تدريب بيبقوا صعبين جدا عكس بقى ما كنا بنعمل فترات الاداد في ألمانيا جو طبعا برد الساعتين دول ممكن تلعب قدهم كمان مرة مش حاسس فلا شك طبعا الجو بيفرق والرطوبة كمان بتفرق يعني طب المجموعة بقى بتاعتنا نفسها يعني تقييمك لها ايه سانداونز والهلال والمريخ يعني هي طبعا مجموعة قوية فيه دايما منافسة لو هنتكلم على قنديت السودان للهلال والمريخ طبعا فيه دربيات بتبقى بين مصر والسودان من خلال طبعا الاهلي والهلال او الاهلي والمريخ بيبقى فيه طبعا جمهور ولو ان طبعا الهلال اتحرب من جمهوره مش قصة تتحرم برضو انه عمل جدل كبير اوي كابتن حشيش وقدموا شكوى ورفضوا القرار وقال لك ده ظلم وحنلغي المطش لا كان عمل جدل الهلال السوداني عمل جدل كبير جدا وهل اصلا ده مشروع ولا لا لان في الاول وفي الاخر الاسباب اللي اتقالت ان انت بتعمل كده حماية للعيبة هو مش يعني مش عندا او نياكا في الهلال السوداني هو طبعا اي حد في الدنيا اي فرقة في الدنيا بتبقى دايما بتتدفى بجمهورها وبتحتاج الجمهور ان هو يساند ويقازل وخصوصا ان هو طبعا الهلال بلاعب النادي الاهلي وما ادرك من النادي الاهلي يعني سواء في مصر او برا مصر فهم كانوا محتاجين الحتة دي ان يبقى فيه جمهور ولا شك الجمهور يا جماعة بيفرق يعني لو شوفنا بطولة افريقيا لما قابلنا برضو الهلال وكان الجمهور السوداني عمل طبعا كان له تأثير طبعا على الفرقة بتاعته انما دي قرارات وبرضو ما بتبقاش الحجة الاساسية لأي فرقة يعني لو هنتكلم طبعا على جمهور النادي الاهلي احنا اتمنى جمهور النادي الاهلي ان يكون مع جمهور النادي الاهلي في اي حتة سواء في القاهرة أو أي حتة بره وجمهور النادل الحقيقة فعلا بيساند في كل أنحاء العالم مش مثلا مش في القاهرة بس يعني المجموعة لو هنرجع للمجموعة بتاعتنا تاني طبعا الهلال والمريخ عندها برضو عندها خبرات في البطولة الافريقية بتسعى إنها تشارك إلى أبعد مدى في البطولات سانداونز طبعا المنافس التقليدي اللي هو ربنا حتطهولنا كده على طول معنا في كل بطولة مع مسلماني الدنيا أفضل كثير يمكن هو أصعب المجموعة بس هو الناس متطمنة أكتر عايزة أقول حريك الردود الأفعال الناس متطمنة أكتر من كانت متطمنة عن الهلال هو طبعا على أساس أن مسلماني طبعا ضرب الفرقة دي فترة كبيرة جدا وإحنا قابلناهم ومعنا مسلماني قبل كده وعملنا نتائج طبعا كويس ويمكن دلوقتي بقت ايه يعني بقت نحية تفاقلية أكتر من سان داونز موضع الناس دايما يعني جزء من خصوصية أي لقاء بيجمعنا بسان داونز طبعا بس برضو ما ننكرشا كابتل حشيش أن العيبت النادي الأهلي دخلين على هذا المعترك الإفريقي وهم برضو مش في كامل لياقتهم إلا البدنية ولا الزهنية جايين مفرهدين بالفعل يعني دخليني نفسه وأحدك بقى قادرة مني بالخلفيات ومفرهدين هم مفرهدين على طوط أول الله الإجهاد دا ممكن يعني يأثر بالسلم بشكل كبير على أداء اللعيبة في المتحدة وهو بصك كريم إحنا بقلنا يعني أكتر من سنتين ثلاثة زي ما أنت بتقول مفرهدين وإجهاد إجهاد جامد يعني فلازم من نادي الأهلي أو فرقة النادي الأهلي لقابة النادي الأهلي والجهاز يبقوا عاملين حسابهم أن خلاص دي بقت إيه يعني حاجة ملازمة للنادي الأهلي ولازم يبقى فيه حلول للموضوع ده وأعتقد أنه فيه حلول نتيجة للتغييرات والتبديل والتوفيق وبيحاول يعمل لازم لازم إحنا بقى ما نتكلمش على الحتة دي من نادي الأهلي نتكلم برضو على الاتحاد الكورة أنه المفروض بقى يراعي أكتر موضوع التلاحق المباريات يعني اللي في إدينا نعمله للأنديها المشاركة في البطولات الأفريقية هو ده الأهم إحنا في إدينا نعمل لأن الدور العام في إدينا مش فيه حد تاني فأنا لما شفت استعرضت الجدول بتاع المباريات خلال الفترة اللي فاتت دي الأهلي ماتشاط ماتشاط وبعدين ده فيه ماتشا هيلعبه في الدوري وبعدين تاني يوم يسافر يلعب تالت يوم في جنوب أفريقيا مع المشوار الكبير طبعا ده استحالة لازم أكيد أكيد يعني لجنة المسابقات أكيد هتغير الموعد دي هتأجل أو حاجة لو يعني لازم عشان نساعد برضو الأندية اللي مشاركة في البطولات الأربع أندية إنهم برضو يبقى عندهم فرصة وقسط من الراحة يقدر يجابه الموضوع ده لأن أي بطولة بتيجي من أي فريق في الأربعة دي بطولة مصرية مش بطولة تخص النادي إنما موضوع الإجهاد ده بقى يعني يعني ده لازم إحنا نقول إن ده خلاص يستمر لأن أنت عندك لعيبة في النادي الأهلي قوام المنتخب القومي طبعا هنعمل إيه بقى في الفترات اللي جاية بتاع المباراتين بتوع السنغال هتبقى برضو زحمة جامدة اللعبة مجهدة ومش قادرة يعيني يعني أقصى واحد ممكن يخد لي يومين راحة بس وده لا يكفي بعد العناء الكبير ومن قبلها الأمم الأفريقية وكاس العرب وده قدر النادي الأهلي إنه بقى قوامه بلعب في المنتخب إنما أنا عايز أول حتة برضو يعني لو هنتكلم على المباراة بتاعة الهلال اللي فات يعني أنت بتلعب فرقة برضو مش فرقة يعني مش مثلا التراجي مش السنداونز حسيت من لعيبة ودي الحاجة الوحيدة اللي خدتها على الفريق ككل إنه ما كانش عنده الرغبة القوية في المكسب يعني يعرف هذه نقطة مهمة قوي قوي يعني بيبان على العيبة وبان على النادي الأهلي النازل من الأول دي عايزي أكسب لا هو سايب المباراة تاخد وقتها يمكن شوفنا حتى في الفترة في آخر المباراة إن الكرة ما بتبعد ما ستطلع أوت ولا بتطلع ضربة مرمى إنها عيبة بتلعب برحتها كأننا كتفينا بالتعادل وإن يخليهم يحسوا بكده ويعملوا كده إحنا هنقول هل حطين في دماغهم إن نتيجة بره مع الهلال في أول مباراة بعد الإجهاد وبعد الكلام ده تبقى كويسة خوفا إن يحصل مثلا أي حاجة يجي يجون في الآخر نبقى خسرنا يعني بونط كويس أحسن من ثلاثة وده دوري مجموعات غير رايح جاي ممكن نكون حطين الخبرات إنها ممكن تكسب بأقل مجهود أو تقدر توزع مجهودها على المباراة ما ده شفناها شفناها مع شالسي والهلال السعودي بالضبط كده يعني يعني باستغل الفرصة اللي بتيجي باستغلها مندل أهل جال وفرص كان ممكن يستغل واحدة من دولت خلاص الجيم تفتح أو خط اللي أنت عايزه إنما أنا ما حسيتش إن كان فيه الرغبة القوية إن انت تكسب وده في حد ذاته برضو ما هنت يعني هي تجميع نقاط صحية وكل حاجة بس ثلاثة بنت برة يفرقوا معاك قوي في البداية وفي الدفعة الأولانية وفي الرسائل اللي بتديها للفرق التانية إن انت لا ده أنا جاي ده أنا بطل يعني البطولة واخدها مرتين وراء بعض وجاي إن شاء الله التالتة فحسيت فيه نوع فيه بعض بعض الترافي كبه طب أنا عندي سؤال خاص بالخبر كان معانا حتى في فكرة العروض الاحترافية اللي تلقاها بعد لعبة الأهلي واللي برضو إحنا هنرجع نقول أكيد النادي الأهلي بيتعامل مع العروض الرسمية اللي بتعرض حتى لو مش كلام ولكن إحنا فرحنا لما برضو يبقى فيه كلام إن اللعيبة بتاعتنا اللي رايح لعروض للدوري التركي والدوري الألماني طبعا حاجة تسعدنا في الأول في الآخر بس بتشوف ده إزاي هل لي يعني مدلول سلبي شوية ما هو فكرة تشتيت اللعيبة ولا قصة ملاش علاقة بكده بالعكس ممكن تكون كلام متداول وربما يكون صحيح بصي يعني أنا أنا معرفش إذا كان فيه حاجة رسمية أو مجرد كلام ممكن الكلام ده على فكرة بيبقى مزقوق من أشخاص تانية بحيث إنه شتت اللعيبة لأن اللعيب غصبا عنهم ما بيسمع إنه جالوا عرض هنا ولا هنا وعرض كويس أكيد بيفقد جزء من تركيزه إدارة النادي الأهلي واللعيبة اللي موجودة في النادي الأهلي عارفين إن إدارة النادي الأهلي ما بتسمحش بأي تفكير ولا مفاوضة ولا كلام فأي عقود إلا في وقتها وما بتتكلمش ألا في حاجة رسمية وممكن ترفض لو العرض مش مناسب يعني لو العرض مش مناسب قريدي اللعيب حتى كمان ما بيعرفش هي بترفض من برا برا العروض القوية جدا جدا ومش لأي لعيبة كمان لأن في لعيبة في النادي الأهلي النادي الأهلي ما قدرش يستغنع هو ديانج اللي تقاله محمد شريف يعني وديانج كان من السنة اللي فاتت هو جايله عرض ونادي الأهلي أعتقد أنه كان حاطت سقفه معين عشان يقدر يضحي بديانج وخصويا ديانج من الأعمدة الأساسية وولد صغير ولعيب كويس قوي فإذا ما كان ش الأهلي هستفيد منه مادين كويس قوي عشان يقدر يعوض مليون في المية ولسه هياخد خبرات صغيرة يعني في بداية العشرينات فلو مجاش عقد قوي جدا جدا النادي الأهلي طبعا هيرفض واشنع شوفنا السنة اللي فاتت أنه كان فيه أكتر من عقد وكلام وكل شوية الفرقة التانية ترفع العقد شوية من النادي الأهلي لأن النادي الأهلي برضو الأهم عنده من تشتري العيبة عشان البطولات اللي عندك داخل في طولة إفريقيا داخل في كاس عالم للأندية الكلام ده كله أنت بتبقى رايح وعينك على البطولة مش راح لتأدي الأداء المشرف وبس يعني شوفت احنا في كاس العالم الأندية المرة الأخيرة بالرغم من احنا كنا راحين نقول ربنا يسر بس يقدو إنما مطمئنة وعايزين نوصل النهائي وهو ده وكانت قريبة فعلا ده سر النادي الأهلي وكانت قريبة إنت لو بتتكلم على مطش واحد تعبى المراس ده لعبت النهائي وما أدراك النادي الأهلي لما بلعب نهاية مع أي حد في الدنيا روح الفنان للحمر دي بتزود الفرقة فعشان كده بقول لك أن النادي الأهلي في أي بطولة يدخلها عايز المكسف فبالتالي عايز تسلح بلعيبة على مستوى عالي فمش أي عروض كده تتقال في الهوى أن النادي الأهلي يخش فيها في وسط كلامك كنت بتقول ايه أكتر من مرة بأكتر بنصيغة فكرة أن هذا قدر لعيبة النادي الأهلي لازم يتلاقيوا متواجدين بكل البطولات المتاحة صح واتكلمنا فإننا بقلنا سنتين ويمكن ثلاثة بنقول المباريات المتلاحقة والبطولات المتعاقبة والإجهاد واضح أن ما فيش استجابة وإلا كنا شفناها أو شفنا لها أي مظهر على مدارة سنتين ثلاثة لفاته طب ده مش سبب أدعى يخلي فيتسو موسماني ويخلي الجهاز الفني وكأنه يعني يجهز فريق أو اتنين موازيين في الفريق الأصلي ويطعم عند اللزوم بعناصر من الفريق الأصلي عشان يقدر يشارك بفعالية وبقوة في كل البطولات وهو ده أعتقد الموسماني والنادي الأهلي عمله خلال الفترة اللي فاتت قبل الموسم ينتهي كان فيه أكتر من فريق القصة اختلفت خالص غير سنتين ثلاثة أول ما الكورونا بدأت أول ما الكورونا بدأت كان نيادوبك نحن بنكمل فريق بالعافية نتيجة الإصابات والإجهاد والكورونا والكلام من ده كان فيه بعض المراكز كمان ما فيش اللعب واحد بس بيتصاب ما فيش تدور على بديل من يصلح أنه يلعب في الحتة دي على مستوى طبعا خط الهجوم بالتحديد وما كانش لسه بيرستاو جي وما كانش لسه يعني كان فيه فترة من الفترات كده النادي الأهلي بلعف أكتر من بطولة واللعيبة نقصة أعتقد الفترة الأخرانية النادي الأهلي يزبط الحتة دي وبقى فيه أكتر من لعيفة أكتر من مركز ميديالو الأريحية دي وإلا ما كانش برضه استمر يعني زي بقولك كس العالم الأندية ده أكبر مسأل أنت عندك لعيبة في المنتخب خلاص مش جيالك عندك لعيبة مصابة بتلعب بناشئين فأنا بقولك إحنا راحين فعلا وإحنا يعني لعبت الكرة حتى نفسها بنقول ربنا يستر بس ما نشلش كتير يعني القصة إنما لقيت نفسك بتعمل مبارات غير عادية بداية طبعا منتري وبعد كده بل مراس نتيجة لزروف تسرقنا في الجنين بتلعب مطش مع الهلال خرافي فمتحقق المدالية للسنة الثالثة فدي طبعا حاجة كويسة طب إحنا عندنا لسه ملف الدوري ومطش المقصة يوم الثلاثة وعندنا في المنتخب عندنا المبارايتين ذهابا وإيابا ليه السنغيل تحب نبدأ بإيه والله زي ما أنتو عايزين نبدأ بالدوري نبدأ بالسلطات الأول لا ده بره بعد الهواء طبعي خلينا نبدأ بالدوري والمقصة يوم الثلاثة وبرضو يعني توقعاتك كده أو هي مباراة سهلة ولا صعبة ولو برضو هنرجع نقول تاني مفيش حاجة مضمونة بصي هنرجع نقول مفيش مباراة سهلة للنادي الأهل لو حتى متصدر الدوري بفارق كبير في النقاط أي أنت الخطورة بتكمن في المنافس أي أن كان المنافس هو بالنسبة له زي ما قلنا الكلام ده أكتر من مرة المنافس النادي الأهلي ده يعني بيحمسهم زيادة عن اللزوم عارفين أنه ماتش الموسم بتاعه هو قدام النادي الأهلي تسويقه من خلال مباراته ضد النادي الأهلي كل واحد دلوقتي يبقى طمعان لأنه بيلعب مش فرقة في الدورة العادية ده بيلعب بطل إفريقيا وبطل الدوري وبطل الكاس وبرونزية كاس عالم وتالت العالم حتى كمان اللعيبة بيبقى فيه منافسة اللي هي حطة دماغها في المنتخب وعايزة يبقى لها فرصة في المنتخب المنافس بتاعه موجود اللي في المنتخب وهيتشافوا كده كده لمجرد النادي الأهلي لا وهيتشاف قدام اللعيب اللي ممكن يروح بداله المنتخب أو في مكانه في المنتخب فبتلاقيه بيعمل أقصى ما عنده هي الخطورة بتكمن في الحتة دي النادي الأهلي طبعا متعود على كده الماتش بياخدوا يعني كل ماتش بماتش وكل بطولة بطولة فأعتقد أنه يعني عنده فرصة كويس النادي الأهلي أنه هو لو كسب المقصة بيبقى على القمة وبيستمر عليها عشان برضو تحسبا لبعد كده كريم أنت دلوقتي لسه الدنيا برضو دور المجموعات في إفريقيا لما المواضيع هتشد شوية بيبقى أنت محتاج اللعيبة وتركيز اللعيبة في البطولة الأهم اللي هي البطولة الإفريقية اللي بتوصلك كاس عالم للأندية فبالتالي لو كنت مريح في الدوري وفارق عن أقرب منافس بتديك أريحية أنك تقدر تريح لعيبة تلاعب ناس صغيرة يعني صحيح طيب هنرجع نكمل كلامنا برضو عن النادي الأهلي ولكن لو كنت يعني بس عرفت دلوقتي لازم نطلع فاصل بعد ما نرجع من الفاصل عايزين نروح ولدقايق للمنتخب وهل في رأي حضرتك ممكن نشوف الفترة الجاية وتحديداً في مبارتي السنغال عناصر جديدة انضمت للمنتخب حد مثل رحمد عبدالقادر حد زي ياسر إبراهيم خصوصهم بعد التقلقه محمد هاني خلينا نطلع فاصل ونرجع نبتدي بقى نسمع إجابتك على النقطة دي طيب احنا كنا نتكلم عن المنتخب وهل ممكن كيروش يعني يدعم المنتخب بعناصر شبابية وعندنا بالوقتي الذهاب والقياب مع السنغال والبعض بيقول لك لازم تحسم لي من هنا لو ما حسمتش من هنا كده الدنيا يعني مش تبقى مضمونة يعني اعتقد برضو كلام منطقي هو بصي يعني هو مش هيقدر ياخد اسماء جديدة كتير يعني الوقت قليل وهو اعتقد انه هو من نوع اللي لازم يجرب لما شفنا اول ما مسك وراح الكاس العرب كان بياخد ناس كتيرة وفيه تبديل وتوفيق ويغير ويشير الناس من الاساسيين ويجيب ناس تانية بعيدة خالص وكده فهو ما عندوش الوقت للقصة دي هو مركز على ومفروض انه الفترة اللي فات تتعرف على امكان خلاص بعد الدنيا كلها يعني وبعدين مش هيظهر له خلال مبارات الدور دي يعني النجم الفقور اللي يعني هيجيب لنا المطشين وييجي يعني فانما في مركز لازم يبص عليه اللي هو مركز الباكرايت لأنه ما عندوش حد في الحتة دي وانا في اعتقادي ان هو ممكن يبص على محمد هاني لأنه هو الوحيد اللي عندو المواصفات اللي يقدر هو طبعا بيده على المتخب باله فترة ويسد في غياب اكرم توفيق كذا مر طبعا ولاعب مطشاة افريقية قبل كده ولاعب بيلعب مع النادي الاهلي وكاس عالم للاندية فواخد برضو الستايل الدولي ولعب وشارك ولسه المبارات دي كانت من قريب فهو اعتقد ان هو اقرب واحد لحتة البكرايت ولازم لاغين عنها انما ما اعتقدش ان هو هيرجع ناس من اللي كانت او هيضيف ناس جديدة حتى الناس اللي لمعت قوي في الفترة الاخيرة واللي امكانياتها كانت واضحة بشكل كبير زي احمد عبدالقادر مثلا وارد انه طبعا ياخدو طبعا لازم لانه هو برضو افتقد في المجموعة اللي فاتت دي كلها سواء في البطلطين اللي لعبهم حتة الراجل اللي بيمسكوا الكورة هو واضح انه ما كانش مقتنع بمجدي افشا في الحتة دي هو مجدي افشا بيلعب استحواز كتير وبينقل وبينقل انما افتقد نحن حتة ان واحد يوقف على كورة ويرقص ويعدي ويعمل مساحات فافتكر احمد عبدالقادر من اللعيبة اللي عندها المواصفات دي وعنده ثقة بنفسه وجرأة تخليه انهما بيقلقش في اي موقف يعني وشوفناه في المبراد برضو مع لعيبة على مستوى عالي سواء منتري او بالمراس او اللعيب على مستوى عالي وعمل الفارق والناس كلها حتى يعني اشادت بالموضوع ده هو كان قبل كده اول مطالع طبعا لعيب كوس اول المرجع من الاعارة انما على طول مستوى في زيادة واعتقد ان هو من اللعيبة اللي انت محتاجها بالتحديد في المتشاط دي لانت عندك فرقة السنغال فيها لعيبة سرعات كبيرة ومحترفين كتيرة فهو عنده القدرة وعنده ثقة هاني برضو انما مش هيقدر يعني يعني ياخد اكتر من كده لانه هيوسع الدايرة وهو اعتقد انه عايز يركز قوي في اللي هيعمله في المباراة الاولانية والتانية مبارتين المبارتين سواء الاولانية او التانية لازم يبقى سيناريو لل 180 دقيقة ككل التسعين والتسعين ومش هيفصل عندي نتيجة المباراة اللي هتقدمه في المباراة الاولانية هيأثر عليك التانية وانا مش مع المقولة انها لازم تخلص من هنا واصل هناك لازم نروح واحنا رحين جايبين جونين ثلاثة لا انت بتعملي اللي عليك وتقدي وتقع وتحريز اهداف بس لو ما حصلش في معطيات تانية هناك لان السنغال هنا مش هتبقى زي السنغال هناك انا اقصد ان ممكن المطش هناك هتبقى اكتر توحش بس ممكن يبقى في يعني في مساحات لان هناك المفترض ان هو ارضها وملعبها وجماهيرها انا معاك انا معاك بس هو هناك على حسب نتيجة المطش اللي هنا عايز يهاجم ويفتح ممكن يتخلق مساحات لان احنا اهم عنصر في الناحية الهجومية عندنا هو محمد صلاح محمد صلاح ما بلعبش الا في المساحات المطش اللي لعبهم في بطولة افريقيا كانوا مضايقين على صلاح المساحات بالشكل صعب جدا واحد ماسك والتاني مايل عليه والتالت قريب فمخنوق في الحتة دي فممكن انت لو عملت مثلا نتيجة واحد صفر هنا انت اكسبت هو مطالب هناك انه هجمك من اول دي هتعمل مساحات فناص دا قولك ان المعطيات كتيرة خلال المباراتين مش معنى ان انت مثلا يعني لقدر صفر صفر هنا يبقى انت هناك خلاص الدنيا خلص لا هو مجموع المباراتين اللي انت تقدر تعمله هنا وهناك يعني هي بيتكلمه دايما الناس اللي بتميل لكفة اللي هو لازم في الذهاب ده المصلحاتنا اكتر ان انت برضو بيبقى عندك داعم نفسي اقوى الى حد ما لو انا هتكلم عني داعم اقوى الثقة بالزبط كل ده بيفرد لكن الروح الانهزامية لو كان هنا مش الاسكور اللي احنا عايزين وممكن تقدي برضو لنتيجة غير يعني مرجوة في الهيام نهواند عشان كده بنقول من دلوقتي عشان الناس لو قدر لو حصل هنا اي هزة او ما قدرتيش تحريز اهداف او صفر صفر ما خلاص من الدنيا ما تبقاش باظت لا احنا بنتكلم على مجموع المباراتين كنا زمان بنخاف يقول لك يا اما المطش التاني محدش من الظروف والاجواء عاملة ايه لا احنا عارفين الاجواء من هنا هتبقى عاملة ازاي الحماس والجو والقصص كلها عارفينها فدي اللي كان بتقلق زي ما انا يقولك زي ما كان في بطولات افريقية اللي كنا بتعبها زمان لازم نكسب هنا ثلاثة او 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 عشان ينكرب عشان الصفر يعني القصص دي كلها تغيرك المطش ده في مبارات ما كانت بتتزعب فكت مش عارف الحكم هيعمل معاك ايه انما المباراتين المباراتين مهمين جدا جدا او بس كان الوقت الحاجة بتتكلم عليه ده كان العنصر الاساسي وجود الجماهير يعني ما بتلعب طبعا في ارض المنافس في بلده تمام انت عارف ان جماهير وحتولع الدين والعكس صحيح والعكس احنا طبعا ان شاء الله طبعا اكيد الدولة كلها تبقى وراء المنتخب وهي وراء المنتخب من دلوقتي انه هيفتحوا موضوع الجماهير ده بشكل جبير جدا لان عنصر الجمهور هنا هيفرق طبعا جامد مع المنتخب بس انا بتكلم تحسبا لاي حاجة يبقى انت عندك برضو شو تاني هناك تقدر برضو انك تستغل وزي ما بقول لك كفرقة كورة ممكن هنا التأفيل والكلام داي دايق ويلعب على السرعات هناك العكس هيهاجم فهيفتح بالنسبة يعني هو المية وتمين دقيقة ياريت ياخدونا معهم في القياب والله ويتمعهم مع السنغيل هنطلع ان شاء الله نظبط من دلوقتي الله كويس اغطلكم من هناك هاي طبق كابتر حجيش بتيجي نرجع شوية بالذكريات بما ان احنا اتكلمنا عن الماضي ونبتدي كده برضو ذكرياتك مع المنتخب وذكرياتك مع الاهلي وذكرياتك مع الابساند داونز والضغوطات والكلام اللي هو برضو من النوع اللي هو عايزين نحسم يا جماعة عايزين نستغل كل فرصة موجودة عايزين نسعد الجماهير حكي لنا برضو عن الحاجات دي بطولات احنا ربنا كرمني ان انا بلعب مع جيل كبير جدا يعني كفاية ان انت تلعب مع كابتن معبود الخطيب في الملعب انت سايب اديك حسن انك في اي وقت هتكسبي هو موجود يعني يعني ماينفعش الكابتن الخطيب بقى في الملعب ما تلقيش مثلا كورتين ثلاثة في العرضة جنين السيست مش عارق يعني انت بتطمن او كابتن مصطفى عبدو عنده ناحية اليمين كابتن مختار طهرة بوزيد علاء ميهوب مجد عبدالغا بصي الاسماء الناس اللي قعد برا احتياطي منتخب مصر ايوه فانتي مش قلقانة ومع الكلام ده كله معاك سبعين الف تمانين الف مشجعوا في اي حتة فانتي نقصك ايه يعني عارف ازاي طبعا بيحركوا الحجر الجمهور فعشان كده النادي الاهلي كان الحمد لله الفترة دي يعني اللي انا ساعدت ان انا كنت موجود فيها انها تبقى كلها بطولات حتى بطولات افريقيا مش عايز اقولك الجمهور في مصر كان بيبقى عامل ازاي واحنا كمان كنا شان دخلنا البطولة اكتر من مرة وبعدين حصل توقف ما قدرناش نخش ولما وصلنا حتى لقبل النهائي جاء ظروف رئيس السادات وتقفى اعتذرنا ما كملناش فبدأنا بقى في 82 اول بطولة من اول مطش الاخر مطش احنا جعانين بقى عايزين ناخد البطولة دي يعني انت عبوتك يا غبتل حشيش انت زكريات جميلة والله الواحد ثمرة نتكلم فيها بس عن الملف عن الزكريات الخلوة الموضوع يستحق الحقيقة نشكرك على وجودك معنا النهاردة نورطنك العادة ان شاء الله نشوفك على خير بإذن الله شكرا كابتن حشيش وكما كريم قال احنا ممكن نعمل فقرات نوستالجية مش من بس الجرائد والصحف لا من اللعيبة بتوعنا هم اللي يحكو وفي مواقف وفي أحداث وفي حاجات كتيرة ونشوف المقارنة كمان ما بين القديم والجديد الصعوبات والمؤيزات نورطنك هنروح فاصل سريع جدا ونرجع نكمل مع حضراتك واخر فكرة في حلقة النهاردة